أنت تعرف أستاذ ناصر أنه سكان العراق اللي بالغ عددهم أكثر من أربعين مليون احتياجهم تقريباً 71 مليار متر مقعب من المياه احتياجهم لكن الوارد إلى العراق انخفض إلى تقريباً 25 مليار الله يعني انخفاض هائل جداً كارثة هنا العملية من خلال حتى الطرح أستاذ رمضان ودائماً أتناقش أنا ويا أستاذ رمضان تقريباً أنا ما أقفع ليكسر ورجل أمامي يومياً نتحدث أنا وياه ليش المياه، شو نسوي، شو نطرح، شو نشتغل، شو الأفكار دائماً آمياً يعني يوميا تقريباً يومياً ساعة محددة ماشاء الله اليوم جبناكم بدريزيون اليوم جبتكم ياميسي أعرفون الله يحلم هذا فخر إنا والله أنا أفتخر بكم أستاذ ناصر أستاذ ناصر العملية العملية أعتقد خرجت عن نطاق الجانب التنفيذي إذن؟ تجهد إلى الجانب السياسي الجانب السياسي هنا أنا دعشوفه بالنسبة للجانب التنفيذي موقفه ضعيف ملتهي بأمور بعيدة عن ما وصل إلى الحالة الاقتصادية للعراق يعني عندنا مثلاً على سبيل المثال نقطة الخلاف أنا على معروف يعني معلومة شخصية نقطة الخلاف أنا أعتقد هي الجانب الإيراني هي اتفاقية عام 75 نزين؟ اتفاقية عام 75 من وقعها؟ وقعها نظامين جائرين؟ نزين؟ نظامين سابقين جائرين؟ طيب أنا قانع أنا قانع مية بالمية الإمام الخميني قدس الله سره أعتقد ما يوقع هذه الاتفاقية لينبيها ضرر للعراق نزين؟ لكن الجانب الإيراني ما أعرف شنو يعني شنو اللي يجول بخاطرهم شنو اللي هذه اللي بقى شط العرب وصول المد الملحي إلى ما فوق مدينة القرنة أنت تدري أستاذ ناصر تغذية شط العرب أبنى الخليج العربي مو من نهر أيدي جدا والفرات؟ حاليا؟ أنت تدري نسبة المية حاليا نعم حاليا إي صحيح؟ حاليا نعم ولذلك مثل ما حكينا بالحلقة السابقة وحضرتك وزارة الموارد المائية مثل ما يعرف أستاذ رمضان وزارة الموارد المائية حاليا تقوم بعدد مع شركة تنبيه مع شركة إيطاليا لإقامة سد غاطس يسمح بمرور السفن خلال شط العرب تتعرف السد الغاطس معنات غاطس معنات السد يمنع مرور السفن والزوارة لكن